السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاك يا حبيبي عامليني يا رب تكونوا بخير وسعادة النهاردة هنعمل حبي تعيش بقى بصوا حاجات جميلة لو عيش طاري بصوا طازة كده سخن ملقلب وعميله علب وتجازي يا حبيبي ما بتعبش خالص ولا بيكلف ولا اي طواح حاجة طبعا تفطاري بيه بالطعمية بالفول كده يبا روعا لو تتغدي بيه بحبة بامية كده بملوخية يبا كده تحفة كده يا حبيبي بقلبي وطبعا يا حبيبي انتو عارفين مشكلة الشتاب طبعا بتشتي كده وطبعا الافرام موقفة الكهرباء قطع في سواني بتعملي العيش ده للاولاد في البيت كده ما بيغربش معاك اي طواح حاجة وطبعا العيش ده اسمه اما فيه ناس بتقول عليه بطاتي وفيه ناس بتقول عليه فرد طبعا احنا هنشوفه دلوقتي هنعمله ازاي مع بعض يا حبيبي طبعا هنأكل كده حبيبي ونتهنى طبعا هنحطه في كيسة وتحطيه في الديب في ليزر ولما تعوزي هتسحبيه وتحطيه على الرخامة كده لما يهدأ او تسخاني في الميكرويف زي ما انت حبه هنصلي كده على رسول الله كده حبيبي قلب وطعا نشوفه بقى العيش الجميل ده هنعمله ازاي وقبل ما نبدأ يا حبيبي ياريت اللي يعجبه الفيديو ياريت ان نبقى شير كده ولايك واشتراك عشان وصلكو كل جديد ورب نقدمكم في حياتي يا رب طبعا احنا مش هنقول دلوقتي احنا عجلنا ازاي احنا هنخش دلوقتي على طول على الفرد وعلى الخبيز وبعد كده هنشوف طبعا عجلنا العيش الجميل ده ازاي طبعا احنا قرصنا العيش وخلناها ربع ساعة كده عشان يريح علشان لما تيكي تفريديه حبيبي ما يتعيبكيش خالص في الفرد وما يليبكيش وطبعا لما تيكي تغبزيه يقب منك كده ويبه جميل كل ما تريحي العجين بتاعك كل ما يقب منك على النار ويبه تحفه وجميل طبعا انا مدوقتي مولا على الطاصة على صنية الكريب كده يا حبيبي وتخد مهدية النار خالص عليها واول ما تحطيها على النار يا حبيبي تعلي شوية النار اول ما تقب منك كده يا حبيبي اوطي النار شوية كده خلاص عول عش جميل خالص حتى لو تلاحظوا بصو بصو بيقب منكم ازاي اول ما تحس ان هو اده كده ابقابه كده تيجي قلباه على الناحية الثانية على اساس يكمل الابقابه واستوي سوى حلو طلحته قلع رحنا بقى العيش التاني كده برضو هنفرده اول تعمليه بيك depois ايما بالشابة و هتغضيها برضو وتحطيها على النار كده احنا برضو مع اليهين النار اول ما تحس بابقابه يجي قلبها على الناحية التانية على اساس اللي نحيتين يقب ويدلي حمرار واحد يجب ان يكون جميل و روعة ريحته تحفى هو سخن طبعا بص التكليب اي حين سلام يا حبيبي تقلبي لو عملت سندوت شاتل الاولاد بجبنة بحلوة طحنية بيبقى طعم جميل زي العيش السوري و احسن من عيش السوري بيبقى مليان و تخين و بيعجب الاولاد بيبقى طاري و تحفى لو مش عاوزة تشوقي ممكن تحطيها مدوارة عادي بردك هتبقى جميلة بردك في الخبيز كده يا حبيبي قلبي مش عاوزة طاول عليكم كده يا حبيبي قلبي كده كده بص بسم الله ما شاء الله يعني خبز زي الفل هتاكل وتتهني و هتحط في الديف فليزر كمان و كمان الحاجات دي ما بتاخدش وقت خالص على البوتجاز و ما بتكلفش خالص هتشوفوا العجين بتاعوا دلوقتي يا حبيبي ما بياخدش اي حاجة في العجين خالص و طبعا عن طبعا انت عارفة الافرام في الشتب بتوبة فيش كهربة بتوبة الدنيا ساقعة ما تحبش تخرجي في ثواني هتعمالي العيش ده و هتتعشي و هتتغدي و هتتهني و يا رب بقى في القناة الفيديو ده يكون عجبكم يا حبيبي كده و تدوني بقى لايكات كده كده كتير و اشتراكات كتير و ربنا يخليكم يا رب و يدومكم في حياتي يا ربي حبيبي قلبي كده خلاص كده وتعرفين لو عملت العيش ده على طول مش هتشتري عيش من بره خالص وباي دقيق يعني مش لازم انضيق مخابزة خلاص كده احنا خلصنا حبيبي قلبي كده هنخش بقى نشوف بقى العجين بتاعه السهل البسيط خالص طبعا هتحتي ملح طبعا مفيش اي مقدير طبعا انا عندي خميرة كبيرة مش خميرة فورية بس اهم حاجة في العجين ده انك تخديميه جامد كل ما تخدميه كل ما يطلع لك عيش جميل وممتاز ويقب معاك كده ويبب روح تخدميه تلتيه كده لاتة حلوة كده تعود كده اكتر من خمستاشر دقيقة كده تعود تلتي فيه هيديك عيش جميل بص حبيبي قلبي وطبعا ما اتطرهوش يا دوبك بس تعرفي تفري دي حبيبي حبيبي انت لو ترتيه ممكن انت بتبطتيه يلزق منك يقطع منك انا عوزها كده بص عوريك دوقتي في الاخر خلص احط كده بقيت الخميرة كده حبيبي وحشربه براحة كده الخميرة كده بشربه الخميرة كده حبيبي لو تلاحظ ان انا بلدت على الناشف مش عطري ما تحطش مية كتير كل ما تحط حبة مية كده تشربيه على اساس ايه ما يطراش منك بص حبيبتي بص بص الجينة عاملة ازاي على اساس لما تيجي تبططيها ما تغلبكش خالص في التبطيط كده ايوه اقودي كده لدي كده حبيبي فيه كده كل ما تلدي فيه شوفيه ما بتشبطش في ايدك ازاي حلو او او كده جميل لو الشبط في ايدك وحط حبة ديء زغيرين خالص كده وبتلني برضو لدي خلص كده حبيبي اقعدت وكده خليته كده لما يخمر راحته خالص غطيته وحطيته في حتة فترة كده حتى لو تحطيه وتغطيه كده بحاجة كده تقيلة كده عشان يخمر منك بسرعة خمر بقى ممتاز جبت صانية كده وحطيت عليه حب الدقيق وطبعا انا قطعته كده تقطعه بقى كبير تقطعه صغير حسب زوءك وتسيبه ربع ساعة كده يريح خالص وياريت وانت بتقرس توسيه ما تحطوه فرح بعض عشان استلام ما يريح ما يلزقش معاك ويغلبك كده خلاص كده يا حبيب كده انا قرصت كده وقعدي كده ربع ساعة عشر دقايق لا يريح كده ريح كده هنيجي بقى نربس كده مع بعض كده وكل سنة متطيبين يا حبيبي وتأكلوا وتتهنوا وما تنسوا في الشرق اللي وقل الاشتراك